طائرة البريكزيت تحط في لندن حاملة وثيقة تلاقي بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وثيقة ستنهي نحو أربع سنوات من الانقسام الذي عمقه البريكزيت في المشهد البريطاني مجلس العموم رفض تمديد النقاشات بشأن الصفقة ووافق بغالبية أعضائه على طي صفحة علاقة استمرت نحو خمسة عقود مع الجار الأوروبي مغادرتنا لاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي ستمكننا من استعادة السيطرة على الحدود والقوانين والأموال سنغتنم هذه الفرصة لإقامة علاقة جيدة مع جيراننا الأوروبيين قائمة على أساس التجارة الحرة والتعاون الودي جونسون تباه أمام نوابه بإبرامي صفقة تجارية في ظرف زمني قصير وعلن مد يده إلى أوروبا في وقت أيد فيه زعيم المعارضة كيرستارمر التصويت لمصلحة لبريكزيت وإن كانت برأيه ليست على مستوى الطموحات لكن البديل عنها هو بريكزيت من دون اتفاق أما الحزب الوطني اسكتلندي فاعترض بشدة على الصفقة لما لها برأيه من نتائج كارثية على الاقتصاد ولتجاغلها إرادة الاسكتلنديين في البقاء ضمن التكتل الأوروبي من غير المقبول أن تجري النقاشات بشأن الصفقة قبل يوم واحد من انتهاء الفترة الانتقالية هذا الأمر كان يجب أن ينجز قبل ذلك لأن رجال الأعمال يحتاجون إلى وقت ليستعدوا للإجراءات الجديدة فهم يواجهون مرحلة صعبة حيث اتخذ العديد منهم قرارات بشأن التوظيف والاستثمار بسبب عدم اليقين الاقتصادي موافقة أعضاء مجلس العموم على صفقة لبريكزيت ستمهد الطريقة أمام بريطانيا لتغادر الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر كانون الثاني يناير المقبل باتفاق بعد موافقة أعضاء مجلس اللوردات عليها ثم الموافقة الملكية حتى تصبح قانونا رسميا ملزما تمرير البرلماني صفقة لبريكزيت منحت جونسون نصرا سياسيا بشأن تحقيق وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي لكنها ستزيد في رأي المراقبين من التحديات الاقتصادية والسياسية في ظل جائحة كورونا فضلا عن تصاعد الأصوات في اسكتلندا مطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة مسسرور لندن الميادين ترجمة نانسي قنقر